تا مشكلة زواج الترانزيد بقى دوت اللي هو الزواج التكميلي ده ايه؟ ان دافع الزوجين من الزواج بيكون وراء فكرة التعويض نركز بقى شوي وفكرة التعويض عند البن قدمين فكرة انا قاسف يعني ساعات بتبقى فكرة جهنمية فكرة كده النفس زبطها زبطة انا ناقص لحاجة وعايز اعواطها عشان كده احنا عندنا اشكال مختلفة من التعويض في الزواج التكميلي زي مثلا تعويض انا بسميه تعويض الـ X يعني ايه تعويض الـ X؟ ان تعويض التجربة السابقة ان انا بعوض التجربة السابقة زوجة الحالية فانا بعوض عنها او زوجة السابقة فانا بعوض عنها زوج السابق فبعوض عنها مشكلة هنا ان تجربة احد الزوجين السابقة بتكون جاية بأوجاع فكل لما حد فيهم ييجي جنب السلك العريان الحاجة اللي هو موجوع منها ايه اللي حاصل؟ بيستدعى التجربة السابقة كلها بمساويها سواء السلك ده كان ظلم أو إهمال أو تجاهل فتبقى فيه حساسية مفرطة حساسية شديدة لأي تصرف بيفكروا بهذه التجربة السيئة بالجرح القديم فيبقى فيه تحدي لما يكون أحد الزوجين مش عارف التصرف المناسب اللي هو ما يخلوهش يجي ناحية الوجع أو هو مش عارف إيه الوجع اللي في قلبي الطرف التاني وخاصة لو كان الطرف ده هو المرأة فالمرأة عندها إحساس سوية شوية أقول لكم إحساس مهم أول أن يعرفه عن المرأة إحساس بالخوف من التعري بتخاف أن هي تتعري وده اللي بيخليها ما تحبش تقول احتياجاتها وما تحبش تقول أوجعها ومنتظر أن الراجل يرى عرف من نفسه لأنها بتخاف أنها لما تحكي عن نفسها أن يحصلها نفس الشعور أن هي بتعرد فالرجالة ما بيفهموش ليه الست عايزاه يفهم من غير ما يقول لأنها بتخاف أن جرحها يتكشف فييجي عليه شيء فيتتألم بس منين الزوجة هيعرف أن الظلم أو التجاهل أو الرفض اللي كان في التجربة السابقة هو اللي بيديقها الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعلم خبايا النفوس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير ربنا بس هو اللي بيعلم العليم سبحانه وتعالى لكن احنا بشر بنتعرف على بعض بالتواصل هو لازم يتواصل معه ولازم تقول له المشكلة لما يكون أحد الزوجين بقى يكون غاية التعويض بس فمش عايز يتعب نفسه عشان إيه يفهم شرك حياته ولا إيه اللي بيداقه هو عايز هو اللي يرتاح ففاكرة إنه واحد داخل الجواز التاني إلى آخر عشان يعوض اللي محتاجه وبس بيجعل في بعض الأحيان شركة الحياة بيحس إنها زوجة بيتعامل إن زوجة بيتعامل معها على إن هي جماد قطعة من الأساس مش بناء أدم له إحساس وله تاريخ إنساني لابد إن هو يراع وهنا بيحس إنه مجرد وسيلة في نوع تاني من التعويض كمان بيخلينا بيبقى حاضر قوي في جواز الترانزيت وهو ليه علاقة خف من السبب اللي فات بس هو زي تعويض الأسار السلبية للنموذج فمثلا هو عايز يعوض الأسار السلبية اللي حس بيها بسبب نموذج الست المتحكمة فهو عايز الست الفرفوشة هو مع زوجته هو عنده ست متحكمة بصعب بتدير البيت زي الساعة بس هو عايز الست الفرفوشة فعايز يجاوز واحدة تانية يكمل بيها فيبقى عنده الست اللي بيتفرفش معها مع الست الجد اللي بتعمل كل حاجة فوقتها فيروح يعوض ويتجاوز بأخرى فيلاقي إن هي ست زي مراته فيقول إيه ده هم كلهم زي بعض ولا إيه وهو مش واخد باله إنه ممكن يكون بيختار غلط على فكرة المشكلة في نوع دوت من التعويد إن الزوج هو بيعوض وبينسى إنه هو بيتعامل مع بنا أدمين بيتعامل مع مرأة جديدة أو بنا أدم جديد فيه تعويد تاني كمان اسمه تعويد الفقد في النشأ سواء تعويد حنان للأب أو تعويد حنان للأم هنا الزوج أو الزوجة عايز زوجته أو زوجه الأخرى تبقى أمه فيحكي لها درجة إنه هو وصل بيه في الزواج الدوات اللي هو الزواج المكمل إنه هو ييجي يحكي لها مغامراته العاطفية أو ييجي يحكي لها مشاعره مع زوجته الأولين إيه ليه طيب معي أمه اللي بتقبوله قبول اللي بتحبه حبه غير مشروط فهي المفروض تفرح ابني ما شاء الله الستات بيتغزل فيه وينسى خالص أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخة الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفة